موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصدف اليوم من دمشق نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين الأستاذ مصطفى المقداد صباح الخير أستاذ مصطفى صباح النور للميادين ومشاهدين الميادين شكرا لك بكل ميادين بالأمس أستاذ مصطفى تم استخدام حق النقد الفيتو من قبل روسيا والصين لصالح سوريا أولا لماذا تتقدم واشنطن بملف إلى مجلس الأمن وهي تعرف مسبقا بأن الفيتو من نصيبها فرنسا تقصدين هذا الأمر باعتطادي يرتب بالتوقيت تقصد أن تقدم بالتالي واشنطن نحن نختصر المسافة نعم نعم سيد هذا الأمر متوقع ويرتبط بتطور الأحداث على الأرض بشكل أساسي فسوريا حقتت إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة على المستوى المحلي والخارجي وخاصة على المستوى المحلي سواء كان في الميدان أو في المضي قدما في مشروع الأصلاح السياسي وتنفيذ بنود الدستور والمضي في إقرار القوانين والتشريعات وصولا إلى استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يشهد عملا يماثل كل ما يحدث في الدول التي لا يحصل فيها أي قلاقل أو مشاكل في هذه الفترة أمام هذه الحالة بالمقابل هناك نقوص وتراجع وربما خضلان وخسارة على مستوى من يريدون لسوريا التدمير والخراب لذلك هم يحاولون إعاقة هذا العمل الجاري في هذه الفترة علما بأن الغرب كله يدرك أن روسيا كانت ستستخدم حق الفيتو وجاءت الصين لتضيف إليها هذا الموقف دعما للتطورات السياسية في سوريا والناصة على أن الشعب السوري وحده هو من يملك حق مصيره في تقرير خياره واختيار قيادته السياسية لذلك باعتقادي الغرب عموما يحاول أن يشوش على هذه العملية السياسية التي تنضي إلى حد كبير بشكل معقول قد يتعرض للنقد كثيرا من الغرب وهذا أمر متوقع باستمرار لكن باعتقادي أن العملية السياسية التي تجري في سوريا والاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخاب رئاسة الجمهورية لا يقل من حيث الدستورية والقانونية عن أي شرعية في العالم في هذا التوقيت نعم أيضا في موضوع الفيتو بالأمس أستاذ مصطفى طالبت المندوبة الأمريكية بمعاقبة أو محاسبة بالأحرى المسؤولين عن هذه الفوضى في مجلس الأمن والمسؤولين عن عرقلة هذا المشروع أيضا هل تخبئ أمريكا ورقة أخرى لتستعملها ضد روسيا سواء في سوريا أو أوكرانيا أو غيرهما المشروع الأمريكي يعني واضح وله ثوابته المستمرة لكن تتغير المعطيات التنفيذية وفقا للمستجدات على الأرض باستمرار هناك خطط أمريكية جاهزة للتنفيذ ضد أي عدو محتمل ومتوقع ومرسوم مسبقا قد تفشل العملية الأمريكية في الوصول إلى أهدافها في مرحلة مغاينة فتلجأ إلى استخدام السيناريو البديل ليس سيناريو واحد ربما يكون هناك أكثر من سيناريو متبدل وفقا للظروف المستجدة على الأرض الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالنسبة على المستوى السياسي حقيقة هناك تراجع كبير لدورها بمقابل صعود نجم روسيا وغيرها ودول البريكس والصين ولكن روسيا بشكل أساسي وهذا عائد إلى التمسك بالشرعية الدولية من جانب الروس واحترامهم لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والمعاهدات الدولية فيما تحاول الولايات المتحدة اللعب على هذا الجانب واستخدام منارات ومنصات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتغيير الخريطة السياسية في العالم كما حدث قبل عقدين من الزمن حين انفردت الولايات المتحدة بالقرار الدولي السياسي وغيرت كثيرا من الخراءة السياسية اليوم هذا الفيتو المزدوج يأتي ليقول للولايات المتحدة أن ثمة دولا عظمى تقوم بدورها المطلوب منها دوليا بمقابل الضغط الذي تحاول الولايات المتحدة التلويح به دوما سواء على روسيا خاصة على موضوع أوكرانيا أو غيرها من الدول وصولا إلى سوريا التي ما زالت تهدد باستمرار في فرض المزيد من العقوبات ومواجهتها بالكثير من الضغوط دعما وتمويلا وامدادا وتسليحا للمجموعات المسلحة في سوريا التي تنشر الخراب في أكثر من منطقات وإن كانت إلى حد ما تحاول أن تحدد إيصال هذه الأسلحة إلى المجموعات التي تنصع لأوامرها بالمطلق فيما باعتقادي أنها لن تستطيع أن تحقق ذلك بالتالي برأيي أن الولايات المتحدة لن توقف ضغوطها وتهديداتها لا للولايات المتحدة ولا لروسيا ولا لسوريا بانتظار ظروف قد تتبدل بالمستقبل علّها تتمكن من تحقيق بعض من أهدافها وباعتقادي أن هذا صعب في الزمن الحالي نعم أستاذ مصطفى ولكن لو بإيجاز تجاوبني لو سمحت تحدثت الصحف سابقا عن سينارو هو التالي أن تستعمل روسيا الفيتو لكن في المقابل أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممرات الإنسانية في سوريا برعاية دولية على أن تقتصر هذه الممرات على ممرين اثنين فقط شو رأيك فقط هذا يعني هذا ما ألمح إليه الفرنسيون في محاولة تخفيف صيغة القرار المشروع القرار بالأحرى الروس يعني خدعوا أكثر من مرة سواء في ليبيا بشكل أساسي وربما بعضها في قرار الممرات الإنسانية والحالات الإنسانية والمساعدات الإنسانية المطبقة قبل ثلاثة أشهر هذه المشاريع تتبناها الولايات المتحدة والغرب كمقدمات أولى لمحاولة تبرير التدخل العسكري تحت ذراء حماية المدنيين أو تقديم خدمات لهم لأن التقارير التي يقدمها المسؤولون والأمميون الذين يعملون في الحقيقة تحت عباءة الولايات المتحدة وهذا ما هو ملاحظ في كثير من الحالات الإنسانية التي يفترض أن يقدم بها المسؤولون الأمميون تقارير مهنية وحيادية تحدد الجهات المسؤولة عن التجاوزات وهناك حالات كثيرة يعني تعرض لها مثلا قوافل الإغاثة في مخيم اليرموك ومنظمة الأونيروة كان هناك تقارير مهنية خلال المنظمة لكن لم نشاهد مسؤولا أمميا أو الأمين العام للأمم المتحدة يحدد الجهة التي أعاقت وصول هذه المساعدات لذلك روسيا عموما تدرك تماما أن هذه محاولة فتح ثغرة في القرار الدولي لكي تتمكن من اتخاذ شرعية في المنظمة تسمح لها بعمل عسكري ما على الأرض مماثل لما قامت به في ليبيا نعم نذهب نحن وإياكم المشاهدين إلى عنوين الصحف العربية الصدر اليوم نتابع السلام عليكم جولة على عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم البداية مع صحيفة السفير اللبنانية التي عنونت عون وجنبلات حرب داحس والغبراء هل ينصف تحالف الفيصل المختارة فرصة الجنرال فيتروسي صين ضد محاكمة دمشق سجن حلب يكسر حصاره ليبيا على مفترق والصراع داخل النظام قلق مصري جزائري متزايد والقرداوي يتدخل ننتقل من السفير إلى صحيفة الشرق الأوسط بعد الفشل الخامس حكومة سلام تستعد للفراغ الرئاسي الداخلية اللبنانية تمنع اللاجئين السوريين من تنظيم التجمعات السياسية في الملف الليبي عنوانات الشرق الأوسط حفتر يربق خصومه وتبادل الاتهامات بين حكومة الثاني والبرلمان دعوات إلى الكتائب المسلحة بمغادرة طرابلس نشر 181 ألف جندي لتأمين انتخابات الرئاسة المصرية وصول وفود المراقبين الدوليين عشية فترة الصمت الانتخابي الوطن العمانية بدورها عنوانات سوريا روسيا والصين يحبطان الإحالة للجنائية وأهالي الجولان يطالبون بالمشاركة في التصويت للرئاسية نقرأ فيها أيضا فلسطين الحمدل رئيسا للتوافق ودعوات لتحويل ملف الأسرى للجنائية ننتقل إلى صحيفة القدس العربي وفي عنوينها تنديد دولي بفيتروس في الصين لمنع قرار إحالة السوريا للجنائية الدولية شبهة النصر تعتقل رئيس المخابرات الجوية بحما في كامين ليبيا الافتاء وهيئة العلماء وأعيان ليبيا يصفون تحركات حفتر بالانقلاب الولايات المتحدة مستعدة لدعم الانتخابات التشريعية نقرأ وفيها أيضا أوكرانيا مقتلوا 15 عسكريا على يد الانفصاليين الموالين لروسيا الأطلسي لا تزال تشكل خطرا موسكو تحرك قواتها بعيدا عن الحدود إلى صحيفة الدستور الأردنية الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عملين للولايات المتحدة بحث خلالها العلاقات والتطورات في المنطقة وجذب الاستثمارات للمملكة 500 كاميرا في القدس لمراقبة الفلسطينيين وتعزيز أمن اليهود في طروس الصين ضد إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى الجنائية الجيش النظامي يفق حسار مقاتل المعارضة للسجن حلب الثورة اليمنية بدورها عنوانات مهرجانات وفعاليات فنية تعم الوطن احتفاء بالعيد الوطني والانتصار على الإرهاب نقرأ فيها أيضا الحكومة تباشر وضع الإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني أكدت تحمل مسؤوليتها في وضع الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية التأكيد على المسؤولية المشتركة للمؤسسات الدستورية والمجتمعية التوجيه بسرعة معالجة الاختناقات في المشتقات النفطية اللجنة الرئاسية تدعو أطراف النزاع في عمران الالتزام بما ستقره من الثورة اليمنية ننتقل إلى الأنباء الكويتية نقرأ في عنوانها الأول الميزانية والخطة الخمسية أولويات الحكومة رئيس الوزراء يعود إلى البلاد غدا ويغادر إلى الصين في الثاني من يونيو المقبل والجلسة البرلمانية الختامية في الأول أو الثامن أو الخامس عشر من يوليو المقبل في العنوان الأخير فيتو روسيا والصين يسقط إحالة سوريا إلى الجنائية الدولية هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية شكرا للمتابعة وأعود إليك الضياء شكرا لزميلة بيسان تراف على قراءة عنوين الصحف العربية أصدر اليوم وأعود إليك أستاذ مصطفى لأسألك أبرز تلك العنوين التي لفتت نظرك وتود الحديث عنها ثمت عناوين هامة جدا لكن بالابتعاد وثمت عناوين ربما أو أحداث لم تلحظ باعتقادي لكن لعل تحديد مصر لمائة وواحد وثمانين ألف جندي مصري لمراقبة الانتخابات المزمع إجرائها في مصر يعد خبرا لافتا فمصر ما هو الملفت في هذا الخبر أستاذ مصطفى عدد كبير جدا من الجنود 181 ألفا من الجنود إضافة إلى المراقبين الدوليين المنتظر وصولهم اليوم إلى القاهرة باعتقادي يعتبر عددا كبيرا هذا فيما إذا أضيف إليه حجم الرجال الشرطة المصريين والذي ينوف عددهم باعتقاد على المليوني رجل الأمن في رأيك أستاذ مصطفى هذا العدد الكبير من الجيش إلى ماذا يؤشر داخل الانتخابات المصرية المقبلة هو يشير بشكل أساسي إلى الحذر الشديد الذي تخشح القيادة المصرية الحالية من محاولات المتطرفين زعزعة أو تخريب أو الإساءة إلى هذه الانتخابات لمنع المشاركة الشعبية إلى حد ما في وقت يتوقع فيه حتى أسوأ المراكز الدراسات والاستطلاع الأمريكية حصول الفريق المشير عبد الفتاح السيسي على 54% من الأصوات كحد أدنى بالتالي هذه الحالة المضطربة في مصر ووجود إرهاب حقيقي فيها يعني مستمر ومنتشر في أكثر من منطقة فيها استدعى زيادة 181 ألفا من الجنود العسكريين إضافة إلى قوات الأمن الكبيرة بمعنى أن الخوف من الإرهاب يسيطر على المنطقة كلها ومصر شأنها في ذلك شأن كثير من دول العالم ودول المنطقة عموما نعم سوف نذهب مرة جديدة إلى الحدث اليوم والتفاصيل لنخوض بتفاصيل مصر وسوريا أكثر السفير اللبنانية رسالة من المعلم إلى باسيل جاءت قضية الانتخابات الرئاسية السورية لتلقي عبءا جديدا على الخارجية اللبنانية في ضوء رسائل متتالية تلقتها من عواصم غربية أبرزها واشنطن وباريس ولندن تطلب فيها عدم السماح للنظام السوري بإجراء هذه الانتخابات على الأراضي اللبنانية باعتبار أن من سيقترع هم الموالون للنظام وبالتالي سيحصل الرئيس السوري بشار الأسد على الأصوات التي تؤهله لإحراز فوز كاسح في استحقاق يريد من خلاله أساسا إعادة تظهير شعبية في الشارع السوري على حد تعبير أوصات دبلوماسية غربية الصحيفة علمت أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعث مطلع الأسبوع الحالي برسالة إلى الوزير جبران باسيل أحاطه فيها علماً بقرار الحكومة السورية إجراء الانتخابات في جميع المحافظات السورية وفي السفرات السورية في الخارج وقال إن هذه الانتخابات ستكون ذات طابع تعددي وستجري معلخذ بالاعتبار الصعوبات الناجمة عن محاربتنا لمحاولة الإرهابيين ومن يدعمهم النيل من الدولة السورية وتدمير مؤسساتها ونشر الإرهاب في المنطقة والعالم الديار اللبنانية الحرب على الإرهاب واحدة من ليبيا إلى لبنان المعركة واحدة من ليبيا إلى مصر والعراق والأردن والجزائر وسوريا ولبنان بين الجيوش والتكفيريين المشهد الليبي بحسب مصادر مطلعة يشبه الوضع المصري والعراقي بحيث بدأ الجيش الليبي يواجه الإرهابيين بدعم دولي وتضيف المصادر أن لواء حفتر سيشكل النموذج لضرب الإسلاميين في المغرب العربي وبالتالي فإن خيار الجيوش في مواجهة الإرهاب هو الخيار المتقدم حاليا وهذا ما يجعل خيار الرئيس القوي في لبنان يتقدم ليكمل المواجهة ضد الإرهابيين وتتابع المصادر أن حزب الله هو طرف أساسي في المواجهة ضد التكفيريين إلى جانب الجيوش العربية فالحزب وجه لهم ضربات قاتلة في القلمون ودمشق ولبنان ما شكل ارتياحا دوليا وتشير المصادر إلى أن صمود الرئيس السوري بشار الأسد شكل المدخل لهذه المتغيرات الكبيرة فانتقلت الجيوش من مرحلة الدفاع إلى الهجوم وتضيف المصادر أن التعاون العسكري بين هذه الجيوش يتطور ويشمل الآن تعاونا أمنيا والأمن السوري محور النشاط الأساسي حيث تعج مكاتب مسؤولي الأمن السوريين بقادة ضباط المخابرات من كل دول العالم الدستور الأردنية ليبيا أزمة حكم أم أزمة وجود على الرغم من صعوبات الحكم في السوريا والعراق واليمن فإن الحالة تبدو في ليبيا للوهلة الأولى أصعب بما لا يقاس الفوضى الليبي العارمة لا تقتصر على تعذر الحكم والعمل الدبلوماسي العدي فحسب بل تتسع لتشمل الجوار العناصر الإرهابية لا تحترم الأنظمة والحكومات وبالتالي لا تقيم وزنا للحدود بل تحتفظ باستراتيجية إقليمية وتبحث عن قاعدة خلفية لتنفيذها لذا نلاحظ قلق المصريين والجزائريين والتونسيين من انعكاس الفوضى على أمنهم واستقرار بلدانهم ولعل الحديث عن لقاءات يعقدها مسؤول أمن من البلدان ثلاثة قريبا في القاهرة لبحث المسألة واتخاذ الإجراءات المناسبة يصب في هذا الإطار ومن غير المستبعد أن يتعامل هؤلاء مع المسلحين بوصفهم خطرا إقليميا يعني ليبيا في الصميم كما يعني البلدان الثلاثة أستاذ مصطفى يعني بالاستناد إلى ما نشرته صحيفة الديار يبدو أن الموضوع الليبي بالاستناد إلى الموضوع السوري أعاد تنظيم المنطقة أو سوف يعيد تنظيم المنطقة بحسب الكاتب طبعا وهناك معلومات دائما يعني كانت تتردد في الصحف على مدى اليومين وأكثر الماضيين بأن الجيش سيعود إلى الحكم في أكثر من بلد عربي يعني حل عليها الربيع العربي كما اصطلح على تسميته شو رأيك في هذا الموضوع هل توافق أن الحل بات حاليا مع الجيش ربما يكون للحل يعني هذه الإشارة هي للربيع العربي ربما يكون الجيش العنصر الذي كان أكثر استهدافا في هذا الربيع العربي المزعوم بدءا من سوريا عندما لم يكن هناك أي تحرك أو أي وجود للجيش على الأرض وكان هناك دعاوى بأن ثمت تظاهرات مطلبية بدأ الاعتداء على قوات الجيش في أماكن مبيتها يعني في طريقها من أماكن تواجدها وانتشارها العسكري إلى المنزل في سيارات المبيت تم الاعتداء عليها لذلك كان الجيش باعتقادي مستهدف حتى في العراق ربما بدأ استهداف الجيوش العربية أستاذ عزرا على المقاطعة ولكن فقط هذه الفتلة ربما بدأ استهداف الجيوش العربية منذ العراق ربما من حل الجيش نعم من حل من القرار الأميركي عندما أعلن برامر طبعا حل الجيش الحاكم المدني برامر حل الجيش العراقي ربما كانت هذه العراقي عفوا الجيش العراقي ربما كانت هذه هي العملية الأولى لكن أن يتجرأ أي شخص أي مواطن أي مدني في أي دولة على الجيش فهذا الذي يعتبر كسر لتابما وكسر لحاله أخلاقية وقيمية في المجتمعات وهذا باعتقادي كان الهدف خلف تلك الاستهدافات ما يحدث اليوم في ليبيا هو محاولة لإعادة الدفة إلى منطقة معقولة ففي وسط الارتباك الكبير وتعدد الاتجاهات العسكرية وتعدد المرجعيات العسكرية في ليبيا طالعنا اللواء المتقاعد حفتر وهو شريك للقذافي في انقلابه عام 1969 ومجيء إلى الحكم لكن اعتزل وعتبر أن القذافي تفرد في الحكم وقتها لكن هو اليوم يحضر وكان معارضا له في الفترة الأخيرة وكان بالضبط لكن ما يحدث اليوم في ليبيا كما قدمنا قبل قليل أن هناك سيناريوهات لمواجهة كل احتمالات للنجاح طريق المؤامرة مرسوم بخطوطه العريضة يحتاج لتفاصيل تنفيذية قد تختلف من بيئة إلى أخرى حفتر اليوم يواجه قوة مضادة تتحرك من المنطقة الوسطى وهي القوة المعروفة بالقوة الوسطى في ليبيا لمواجهة هذا التحرك كي لا يعيد للجيش السيطرة على المقدرات الأساسية علما بأن اللواء حفتر أعلن أنه سيبقي على شرعية الحكم المدني وأعطاء الحقوق المدنية للمواطنين لكنه يريد أن يحافظ على مؤسسات الدولة ويمنع تعديات المسلحين المتعددة على هؤلاء المواطنين كما أشارت الديار ربما يكون هذا الكلام صحيحا أن الضباط من كل دول العالم يتوافدون إلى مكاتب ضباط الاستخبارات السورية ربما هذا الكلام يكون صحيح إلى حد كبير ذلك أن سوريا امتلكت تجربة طويلة في تعاملها مع الأرهاب ليس من هذه الأزمة والمحنة التي تعيشها سوريا حاليا لكن منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ربما من العقد الثامن والتاسع من القرن الماضي نعم عذرا على المقاطعة ولكن الديار تقول نعم أستاذ مصطفى ولكن للتوضيح يعني الديار تقول أنه هذه القوى الأمنية أو هذه المكاتب الأمنية وشخصيات الأمنية تأم سوريا لأن سوريا صمدت حاليا في وجه كل هذا الإرهاب الذي وفد إليها هذا ما كنت أود الإشارة إلي أن سوريا تمتلك تجربة غنية مكنتها من الصمود سابقا وحاليا هذه التجربة يعني تغري حاليا العالم بأكمله كيف استطاعت سوريا الصمود في هذه المرحلة هناك مقاتلون من أكثر من مئة دولة في العالم مدربون ومجهزون وممولون ويوضع بخدمتهم أحدث أجهزة الاتصالات ويزودون بمعلومات استخباراتية ومن الأقمار الصناعية يعني بالتزامن بالوقت الحفوان الراهن مباشرة ولا يتمكنون من تحقيق أهدافهم على الأرض هذه التجربة تحتاج إلى الدراسة كثيرا لذلك يعني تعرفين أن كثيرا من الدول العالم رهنت على سقوط سوريا رهنت على دمار سوريا منذ الأشهر الأولى لكن ماذا سيقول هؤلاء المراهنون بعد أكثر من ثلاث سنوات من هذا الصمود الأسطوري لذلك تجدين أن ضباط المخابرات من أجهزة العالم يتوافدون إلى السورية للاستفادة من هذه التجربة هي كما قلت هي تجربة عميقة وتجربة ربما أزعجت في يوم من الأيام الولايات المتحدة وما زالت تزعجها حتى الولايات المتحدة في حربها على سوريا منذ احتلالها للعراق ليس في هذه المرحلة الحالية إنما كانت تخشى من هذه التجربة التي تمكن سوريا من الصمود دوما في وجه كل محاولات التخريب وكانت الولايات المتحدة وقتها وجورج بوش الابن كان يريد من سوريا أن تقدم له هذه التجربة مجانا على اعتبار أن سوريا دولة صغيرة وهو ساكن البيت الأبيض الكبير وبالتالي ليس له من موازن فيما كانت سوريا وقتها لا توافق إلا على حوار الولايات المتحدة وهي ما زالت على موقفها حتى الآن على محاورة الند للند تماما وهذا باعتقادي جزء من السيادة الوطنية الذي تتمسك به سوريا وينبغي على كل دول العالم أن تتمسك به هذا ما ذكر في الديار هناك تعاون استخباراتي وضباط استخباراتيون يؤمون سوريا للاستفادة من هذا الموضوع ولكن في صحيفة الدستور الأردنية تحدثت أيضا عن الموضوع الليبي وكيفية أزمة الحكم في ليبيا وتحدثت عن الموضوع الليبي بوصفه يؤثر على دول الجوار مما ورد في هذه الصحيفة سوف أقرأ لك يعني بعضا منها أنه لعلى الحديث عن لقاءات يعقدها مسؤولو أمن من البلدان الثلاثة قريبا في القاهرة أي المصريين والجزائريين والتونسيين من غير المستبعد أن يتعامل لبحث هذه المسألة واتخاذ الإجراءات المناسبة يصبوا في هذا الإطار طيب نلاحظ هنا حاليا بأن العنصر السوري غائب عن هذا الموضوع وعن هذه الاجتماعات برأيك هذا يحتاج إلى قرار عربي قرار غربي للتعامل أيضا والاستفادة من سوريا في هذا الموضوع استخباراتيا يعني أنا لا أمتلك بالقطع معلومات استخباراتية حاليا لكن وجود هذا التعاون بين الدول الثلاث نتيجة الأزمة المتصاعدة في ليبيا والتي تلقي بظلالها بشكل كبير على تونس التي ما زالت تعاني من أزمتها أصلا إضافة إلى مصر هذا الكلام وجوده لا ينفي أن لا يكون هناك تعامل أو يعني على الأقل مشاورات مع الجانب السوري لأن الأزمة بشكل عام هي تطال المنطقة بأكملها وباعتقادي على الأقل أن المصريين في هذه المرحلة وإن كان ليس هناك ثمة أعلانات رسمية قطعا بأعتقادي أتوقع كصحفي أن المصريين لا يمكن إلا أن يكونوا على تعاون استخباراتي وثيق في هذه المرحلة واسترشادات ربما استخباراتية على الأقل مع الجانب السوري حتى بالنسبة لجزء على الأقل من الليبيين وهم يرون بلدهم تسير نحو المزيد من الدمار بعد أكثر من ثلاث سنوات من معضلتها الكبيرة باعتقادي أن ثمة تمسؤولين ليبيين من مصلحتهم ومصلحة بلدهم أن يستفيدوا من هذه التجربة السورية في طريقة إدارة الحوار سواء كان في المواجهة أو المصالحة يعني طريقة الإدارة الاستخباراتية باعتقادي للمواجهات ليست بالضرورة أن تكون حادة وعسكرية ومواجهة حامية باستمرار ممكن أن تكون هذه المواجهة عبر تصالحات ولقاءات وإقامة مؤسسات ومنظمات تحمي الأمن في بعض المناطق يعني هناك أكثر من وجه للعمل الأمني لهذا التعاون الأمني ليس القتال هذا وحده المقصود به سوف نتابع أكثر في هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأعود وأرحب بضيفي من سوريا الأستاذ مصطفى المغداد ولكن دعونا نذهب إلى إقرأ روسيا والتفاصيل ونعود بعدها لمناقشات كل هذه المواضيع كاميرسنت واشنطن لن تغير مخططها لنشر الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية كيريل بيلانوف الولايات المتحدة وعلى وقع الأزمة الأوكرانية لا تنوي إدخال أي تغيير على خطة نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي فموقف البيت الأبيض ينحو إلى تسريع توقيت وضع صواريخ في أوروبا الشرقية الأمر الذي طالب به الكونغرس بالتزام مع إعلان البنتاجون عن نجاح أول تجربة لنظام إيغيس البري لكن الاعتقاد السائد راهنا يكمن في أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيجبر الإدارة الأمريكية على تغيير جذري في مفهوم الدفاع الصاروخي الأوروبي علما أنه تم إنشاء نظام صاروخي آخر لصد هجمات محتملة من إيران وسوريا بحسب ما أكده لكومرسنت رئيس الأركان السابق للجيش الأمريكي كيفين رايان والآن تزايد قلق النيتو وباتت التهديدات أكبر وخصوصا من روسيا ويعترف خبراء عسكريون بأن نظام الدفاع الصاروخي الحالي ليس الحل الأمثل ولذلك فإن الخطوة الأولى تتمثل في زيادة عدد القواعد الصاروخية بما فيها الاعتراضية وذلك يتطلب نشر هذه القواعد في دول جديدة في أوروبا الشرقية نيزافيس مايا جازيتا الاتحاد الأوروبي في حيرة بعد توقيع عقد شانجهاي يفجيني جريغورييف صفقة الغاز بين الصين وروسيا ينظر إليها في الأوساط السياسية والصحافة الغربية كظاهرة ضمن خطة عالمية لتحفيز التنمية في كل من روسيا والصين ما يسمح بزيادة قوتهما ووزنيهما في السياسة العالمية ففي مقر الاتحاد الأوروبي يتردد أن فاق الضغط على روسيا في قطاع الطاقة قد تراجعت بشكل واضح بعد توقيع العقد الروسي الصيني وتحرر جازبروم من السوق الأوروبية ووفقا للمراقبين فإن العقوبات ضد روسيا باتت بلا جدوى ما يشكل دافعا للدبلوماسية الأمريكية لضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على خطوط المواجهة بين روسيا وبروكسل على خلفية الأزمة الأوكرانية العقد الروسي الصيني يثبت أن رئيس بوتن أراد إفهم الغرب أن روسيا ليست معزولة وأن لديها شركاء موثوقين كالصين أستاذ مصطفى بالعودة إلى ما كنا نتحدث عنه عن موضوع تعاون الأجهزة الأمنية لمصر والجزائر وتونس بشأن الموضوع الليبي وغياب الأجهزة السورية عن هذا الموضوع برأيك هل هناك موضوع سياسي في هذا التعاون أليس من الضرورة أن تعود هذه العلاقات العلاقات الدبلوماسية والعلاقات بين مصر وسوريا إلى طبيعتها وهذا بالتالي يتطلب قرارا ربما ليس مصريا ربما هذا الكلام صحيح جدا لكن باعتقادي أنه بانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز السيسي شبه المؤكد باعتقادي أن العلاقات ربما ستعود إلى طبيعتها تدريجيا حتى الآن يعني رغم مرور قرابة السنة تقريبا على تغيير حكم الأخوان اللقلين عن عشرة أشهر ومضيهم ما زالت البعثة السورية في القاهرة هي ما دون القنصلية يعني بعثة تسيير أعمال فقط لأعمال قنصلية يحتاجها المواطنون السوريون المتواجدون على الأراضي المصرية بشكل أساسي باعتقادي أن القيادة المصرية الحالية لها حساباتها بالتأكيد على المستوى الدولي وأنا أعني هنا بوضوح علاقة القيادة الحالية مع السعودية التي ما زالت تناصب سوريا العداء بشكل كبير جدا لكن باعتقادي بعد الانتخابات وفوز السيسي كما قلت شبه المؤكد ربما سيكون هناك يعني إجراءات جديدة في ظل يعني الحديث عن مساعي كثيرة ربما للعودة وهذا ما يجب أن يكون في النهاية بخاتمة المطاف إن آجلا أم عاجلا من عودة للسعودية بشكل أساسي عما تقوم به وتراجعها عن أعمالها وبالتالي التخفيف من هذا العداء الكبير لسوريا نعم حضرتك ولكن أستاذ مصطفى عذرا عن المقاطعة ولكن حضرتك تعلق أمالا كثيرة أو تنتظر أن ينتخب المشير السيسي رئيسا للجمهورية المصرية ولكن هناك محللين ومراقبين واقتصاديين يقولون بأنه من الصعب حاليا أن تستقل مصر بقرارها عن السعودية فهي تحتاج إليها ربما يكون هذا الكلام إلى حد كبير صحيح وأنا أوافق هذا الرأي ولا أنتظر أنا من القيادة الكثير لكن من مصلحة حتى المصريين ومصلحة التعامل فيهم والمصلحة المشتركة لهم والسوريين أن تعود العلاقات إلى المستوى الدبلوماسي بشكل أساسي لأن مصر وكما صرح الكثير من مسؤوليها وربما زرت مصر شخصيا خلال هذه الفترة أكثر مرة حتى بعد ذهب الأخوان والقيام بالتغيير 3 يونيو أو 30 يونيو أي أن كانت التسمية هناك رؤية واضحة لدى معظم السياسيين المصريين وإن لم أقل كلهم على أن سوريا تتعرض لعدوان حقيقي وطريق التعامل غير قانونية وغير شرعية على الأقل بداخل أروقة الجامعة العربية هذا الكلام سمعته من أكثر من مسؤول مصري ضمن هذا الموقف إضافة إلى الموقف السياسي العام لكن على مستوى التعامل الإداري ما بين مصر وسوريا يجب أن تعود هذه العملية وتنتظم وهناك أكثر من دعوة خافتة حاليا في الجامعة العربية تطالب بإعادة سوريا وربما كانت قمة الكويت الأخيرة مؤشرا على ترك مقعد سوريا فارغا لما هو قادم لأن الكل يسلمون أن سوريا منتصرة وأنها ستعود إلى ممارسة دورها الإقليمي بشكل فاعل وربما أكثر حتى من المرحلة السابقة لذلك باعتقادي عادة وعودة هذه العلاقات هي منتظرة إنما لكل دولة ظروفها الخاصة التي تحول في هذا التوقيت من عدم قدرتها على الأقل من إعادة هذه العلاقات نعم أستاذ مصطفى وصلت الفكرة نعم استملت الفكرة أستاذ مصطفى دعني فقط أسألك عن هذا الموضوع ولكن من زاوية أخرى إلى أي حد يؤثر الحوار الإيراني السعودي في هذا الاتجاه في اتجاه تحسين العلاقات يعني بين سوريا وبعض الدول العربية وتحديدا مصر طبعا الحوار الحوار إذا حصل حتى الآن ليس هناك من حوار نعم هناك مقدمات لكن يعني هذه المقدمات التي نناحظها وهذه التسريبات الصحفية والدعوات والأخبار وانتظار توجيه دعوات رسمية هي تمت دعوة شفاهية حتى الآن ولكن طهران تنتظر دعوة رسمية بالضبع الرسمية هذه التسريبات هي تسبق ما يكون قد تم الإعداد له بشكل أساسي وضع أرضية أساسية لحوار مرتقب قطعا التوافق ما بين السعودية وإيران سيترك تأثيره ليس على سوريا وحدها إيجابا إنما على المنطقة عموما ربما يكون هناك مصلحة مشتركة لكل الطرفين سواء إيران أو السعودية في علاقات حسنة لأن السعودية تعاني من مشكلات داخلية واتهم مواطنين سعوديين بالتبعية لإيران وتوجيه اتهامات كثير لهم قصص معروفة يعني إثنية وطائفية من هذه التابعيات بشكل أساسي لكن بأعتقادي أن الاتفاق على تحسين العلاقات ما بين السعودية وإيران سيلقي بظلاله بشكل أساسي على المنطقة لكن لن يكون هذا ضغطا على سوريا بالتأكيد لأن الموقف الإيراني من المنطقة عموما هو موقف واضح جدا لا يمكن أن يضحي بعلاقاته مع سوريا ولا بعلاقاته مع حزب الله ولا بعلاقاته بشكل عام مع المقاومة وربما كنت أود أن أشير في العناوين الصحف منذ البداية إلى أن الصحافة لم تتناول لقاء الدوحة ما بين خالد مشعل ونائب وزير الخارجية الإيراني عبدالأمير عبداللهيان عمير عبداللهيان ومن المرتقب أن يصل بعد غد فيما إذا كان هناك إمكانيات فعلا لمغادرة إسماعيل هنية إلى طهران يعني طهران تنتظر يوم الأحد القادم إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة ونائب خالد مشعل الحقيقي في حركة حماس بمعنى أن هناك رؤية جديدة للمنطقة تنطلق أساساً من قدرة سوريا على الصمود خلال فترة السنوات الثلاث والنيف الماضية وتجد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن للأزمة في سوريا وهذا ما بدأ يعبر عنه كل الأطراف حتى يعني من هم قريبون حالياً في هذه الفترة من السعوديين والقطريين هم يصرحون بشكل أساسي أنهم مع الخيار السياسي في سوريا ويتقعامون أو يتناسون عن مشاركتهم في دعم الإرهاب ومشاركتهم المسلحة وأرسالهم ربما المسلحين من أكثر من منطقة من أكثر من منطقة يعني هذا الموضوع أستاذ مصطفى بمن فيها حتى الأراضي العربية المختلة تحت الاحتلال هذا الموضوع تحديداً التمويل يعني هناك من يرى أو يتساءل يعني هل أنه هذا الفيتو الذي استخدم في مجلس الأمن لصالح سوريا من قبل الصين وروسيا يعني هل هو قد يكون ضوء أخضر من قبل واشطن قد تتخذه يعني حجة ليكون ضوءاً أخضراً إلى الدول العربية أو بعض دول الخليج التي تمول المسلحين في سوريا بحيث تزيد بحيث تزيد من تمويلها للمسلحين لا أعتقد أن يعني ثم ترتباط مباشر بين الفيتو المزدوج وبين عملية التمويل وأن كان بشكل عام يعني الأمريكيين والقطريين والسعوديين قد خففوا من تدفق مساعداتهم للمسلحين في هذا الوقت أو بصورة أدق ربما صار هناك توجيه دقيق بالنسبة للتمويل والتسليح فالسعودية تعتمد أطرافاً محددة كالجبهة الإسلامية وجيش الإسلام وتحاول أن تستعيد بهما عن النصرة والقاعدة والتنظيماتها بشكل أساسي في سوريا وقطر تدعم بشكل أساسي بقايا الجيش الحر في أكثر من منطقة في محاولة لضبط السلاح لمواجهة أي استحقاق قادم علماًا باعتقادي يعني ما كان ينتظر من استحقاقات ممكنة في تحقيقها من خلال الحوار من خلال جينيف اثنين ومتابعة هذه الجولات إن كانت ممكنة باعتقادي أن الواقع على الأرض سياسيا وعسكريا أسقطها إلى حد كبير رغم طيب أستاذ مصطفى لم يعد لدي سوى ثلاث دقائق لم يعد لدي سوى ثلاث دقائق أتمنى عليك أن تكون الإجابات موجزة ومختصرة جدا مركزة إذا بتريد لو سمحت في موضوع بالأمس هناك خطوات على الأرض تقدم عسكري مميز حصل لصالح الجيش السوري حتى الآن كيف يمكن قراءة التقدم العسكري الذي حصل في حلب في خارطة ما يحصل ميدانيا هذا الانتصار الحقيقي في محيط سجن حلب يقطع طريق المسلحين على داخل مدينة حلب ويحد من تأثير نيرانهم وتدخلاتهم وجرائمهم التي ترتكب بحق المدنيين في حلب الذين يعاقبون بأبشع أنواع العقاب نتيجة وقوفهم نعم وكيف يؤثر على المناطق الأخرى وهذا طبعا هو يشكل عامل انتصار حقيقي للجيش في بقية المناطق من جانب هو أسهم في تراجع الروح المعنوية كثيرا لدى المسلحين وعزز من قدرات القوات المسلحة السورية الأمر الذي سيمكن من إجراء الانتخابات برئاسية بصورة أكثر سهولة في معظم المناطق السورية ومنها حلب وبقية المناطق السورية وصولا إلى درعة نعم كيف تنظرون إلى إجراء الانتخابات الخارجية ولكن في لبنان حاليا هل أنتم مطمئنون هل هناك تطمينات لهذا الموضوع برأيك نعم كنت أود الإشارة حسب ما ورد في المقدمة حول تعرض وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضغوط الانتخابات في لبنان ستتم في السفارة السورية بمعنى أنها تتم ضمن أراضي سورية وهذه اتفاقات دولية وهناك نقطة هامة كنت أود الإشارة إليها هي أن الدول التي منعت حصول الانتخابات في السفارات السورية فيها سواء فرنسا أو ألمانيا أو غيرها هي تخالف مبادئها الأساسية ولو كانت هذه الدول حريصة على الالتزام بالمبادئ الدولية لسمحت حتى للمعارضة وليقول هؤلاء المعارضون لا لبشار الأسد ولينتخبوا غيرها لكنها تدرك تماما أن الأغلبية الكبيرة تتجه باتجاه محدد لذلك هي تخالف مبادئها التي تدعيها أساسا وتتخذها ذريعة وتمنع وتحول تخالف مبادئها أرض سورية موجودة في فرنسا أو ألمانيا تمنع السلطات الألمانية أو الفرنسية المواطنين الفرنسيين حتى المعارضين من الذهاب وليقولوا لا لبشار الأسد ولن يقف أحدا ضدهم حتى هم يخطئون في ذلك ويخدمون الرئيس بشار الأسد ويخدمون الدولة السورية في النهاية وهذا يعني ما يمثل بعضا من حقيقة سورية وبعضا من قدرته على نعم انتهى الوقت أستاذ مصطفى نعم الفكرة وصلت نعم الفكرة وصلت وانتهى الوقت نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين الأستاذ مصطفى المقداد شكرا لك كنت معنا من دمشق وأيضا الشكر لمشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد موسيقى